المهم فهو علشان يواجه ان المجتمع كله لبس حجاب ببقاش دليل على حاجة وبقت المحجابة توقف ترقص قدام سندق الانتخابات عندهم في الاخوان فقام بيلجأ ليه انه يحول النقاب هو الخدائق عشان يبقى النقاب هو عنوان موجوده هو ويبقى مدخل اتهامه للمجتمع ايه اللي بيحصل الدولة بتبني ايه مش دولة بتبني وكل يوم بيشوفه افتتاح مشروعات عظيم خلينا بقى كل يوم اطلع انا اقول ان المجتمع ده فاسق واصيب المجتمع ده بالنقمة واقول ان المجتمع ده دولته ضد الدين وانه نساؤه مش عارف ايه وانه المجتمع ده بقى غساب الاخلاوة خلاص بقى ما ابنه زي ما انتو عايزين اعملوا مشروعات وابنه زي ما انتو عايزين انا قاعدة هو اقول لا اخلاقي بيكرهوا الدين بيحربوا الدين فاسقة فجرة شوف الستات لابسة ايه وشوف الدولة مش عارك تعمل ايه شوف العلاقات شوف يبوسها ايه شوف اللي بيعرضه في تلفزيون ايه شوف خلاص واسحب اي بصاب من تلك خصوصا انه ايه انه السعودية تتخلى عن هذه الافكار المتشددة ذات الغلوب وذات التعصب والعنصرية تجاه المرأة وبتنفتح انفتاح حقيقي وسريع وبقوة مع استجابة كبيرة من المجتمع السعودي فيبقى انقاذ السلفيين ايه القلعة الحصينة اللي يدفع بيها عن افكاره السلفية ايه عن مظاهره السلفية ايه هي هنا مصر ما ده اللي استصمروا فيها مليارات عشان يغيروا المصريين علشان يغيروا احنا من اول ما يبقى سبوع يبقى عقيقة صرفوا مليارات عشان يغيروا الجلبية بتاعتك انت المصرية للجلبية الصيني اللي بقولوا عليها الاسلامية صرفوا مليارات فهو استصمروا بالمليارات في سلفانة الشعب المصري وتسلفوا وتطرفوا ده مش هعرف فيها عديها ببساطة بيدافع عن قلعته اللي ممكن ترد بقى بقى شوف مش السعودية بقى تتلك من اربعة و سعين و خمسة و سبعين وانت طالع كده فلوس الوهابية وغزو الوهابية و غيرت المجتمع المصري كله ها هم عندهم امل بقى انه 2022 و 23 مصريين بقى هم اللي يرجعوا ياخذوا السعودية ويرجعوها الى وهابيتها القوام كله هنا في احنا هنبقى ابناء عصر وتاريخ ولا هنتجمد ونقف في حالة الثبات العقلي والجمود العقلي ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة